بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي مراجعة الدرس السابق يمثل العدد الكتلي في ذرة ماذا يمثل العدد الكتلي في ذرة يمثل العدد الذري ماذا يمثل العدد الكتلي في ذرة يمثل العدد الذري وعدد نيوترونات لأن العدد الذري هو عدد البروتونات والعدد الكتلي هو عبارة عن مجموع النيوترونات والبروتونات إذن العدد الكتلي هو عبارة عن مجموع النيوترونات والبروتونات البروتونات هو العدد الذري إذن الاختيار هيكون ذرة لها عدد البروتونات نفسه وتختلف في عدد النيوترونات لها عدد البروتونات نفسه وتختلف في عدد النيوترونات وهي عبارة عن النبائر عدد البروتونات في العنصر عدد البروتونات في هذا العنصر كم عدد من أين نأتي من عدد البروتونات عدد البروتونات هي العدد الدري يعني ثمانية وعشرين في عام الف وثمانمائة وستة وثمانين قام العالم بيكر بمركبات تحتوي عمل بمركبات تحتوي على عنصر اليورانيوم وقد فوجة عندما وجد ان لون الصفائح الفوتوغرافية التي كانت تغطي اليورانيوم تحجب الضوء عنه اصبحت ضبابية اذا مركبات اليورانيوم غيرت لون الصفائح واصبح لونها ضبابي اذا لاحظ العالم ان اليورانيوم تغير لونه ان اليورانيوم غير لون الصفائح واصبح لونه ضبابي يعني إن هناك أشعة خرجت من اليورانيوم أثرت على الصفائح إذن إن نوع من الأشعة المنبعثة من اليورانيوم قد نفذت من الصفيحة التي كانت تغطي والمواد التي تطلق على هذا النوع من الأشعة تسمى المواد المشعة إذن المواد المشعة هي مواد تطلق أشعة فنسميها بمواد مشعة بسبب إنبعاث جسيمات من هذه المواد تضمحل النواة لأن النواة تطلق جسيمات فهذه المادة تضمحل إذن المواد تضمحل بسبب إنبعاث جسيمات منها بسبب إنبعاث جسيمات من المواد تضمحل النواة عندما تنتقل من حالة أقل استقرارا إلى حالة أكثر استقرارا عندما تضمحل تكون تحولت إلى أكثر استقرارا أو تكون في حالة أكثر استقرارا إذن موضوع درسنا بنتكلم عن الإضمحلال النووي والتفاعلات النووية ننتكلم عن الإضمحلال النووي والتفاعلات النووية أهداف درسنا نصف ثلاث أنماط للإضمحلال الإشعاعي نحل معادلات نووية نحسب كمية المادة المشعة المتبقية ونشاطها بعد فترة زمنية محددة نتعرف على الاندماج النووي والانشطار النووي عمل المفاعل النووي نصف عمل المفاعل النووي المفردات اللي نتعرف عليها في هذا الدرس المواد المشعة ضمحلال الألفة ضمحلال بيتة ضمحلال قامة التفاعل النووي عمر النصف النشاط الإشعاعي، الانشطار النووي، التفاعل المتسلسل والاندماج النووي طبعا سيتقسم درسنا إلى يمكن أربعة أو خمسة أجزاء التغيرات التي تحدث للنواة هناك تغيرات تحدث للنواة إضمحلال، هذا اللي نتعرف عليه في هذا الجزء، واندماج نووي، وانشطار نووي، إذن هناك تغيرات تحدث للنواة إضمحلال، اندماج نووي، وانشطار نووي، نتعرف على كل نوع من هذه الأنواع الإضمحلال الإشعاعي، اكتشف العالم ريدر فورد، العالم ريدر فورد اللي درسناه في فصل الذرة، اللي اكتشف نواة أن الذرة تتكون من نواة العالم ريدر فورد اكتشف أن عنصر الرادون يتحول تلقائيا إلى نواة أخف ونواة هليوم، إذن عنصر الرادون يتحول إلى نواة أخف ونواة هليوم وفي نفس العام اكتشف أن مركبات اليورانيوم تنتج ثلاثة أنواع مختلفة من الأشعة فصل بينها تبعا لقدراتها على اختراق المواد إذن اكتشف العالم ريدر فورد أن اليورانيوم ينتج ثلاثة أنواع مختلفة من الأشعة وصنفها حسب قدراتها على اختراق المواد ما هي هذه الأنواع الأشعة اللي اكتشفها؟ أنواع الأشعة سماها أشعة ألفة، أشعة بيتا، أشعة قامة اضمحلال ألفة يعمل إيقاف جسيمات ألفة عند اصطدامها بصفيحة رقيقة من الورق إذن جسيمات ألفة تقف بصفيحة رقيقة من الورق إذن ضمحلال ألفة أو ألفة أو جسيمات ألفة تمنحها صفيحة رقيقة من الورق من اختراقها جسيمات ألفة ما هي جسيمات ألفة؟ هي عبارة عن نواته اليوم إذن ألفة جسيمات ألفة هي عبارة عن نواته اليوم نحفظ أن جسيمات ألفة عبارة عن نواته اليوم وعملية انبعاث جسيم ألفة من النوات تسمى ضمحلال ألفة عندما تنبعث جسيمات ألفة يعني بيظهر عندي نواة هليوم يسمى الإضمحلال بإضمحلال ألفة إضمحلال بيتا بيتا طبعا تحتاج إلى سمك 6 مليمتر من الأليمنيوم لإيقاف جسيمات بيتا إذن هنا السمك يزداد جسيمات ألفة رقيق صفيحة من الورق أما بيتا فتحتاج إلى سمك 6 مليمتر من الأليمنيوم جسيمات بيتا عبارة عن إلكترونات إذن ضمحلال بيتا عبارة عن جسيمات بيتا ضمحلال بيتا عبارة عن إلكترونات كان في ضمحلال ألفة قلنا إنها نواة هليوم نواة هليوم ألفة نواة هليوم بيتا هي عبارة عن إلكترونات تنبعث من النواة بما إن الشحنة الإلكترونات بي موجودة في النواة كيف تطلع إلكترونات من النواة إذا أصلا النواة ما فيها إلكترونات الشحنة طبعا بما إن الشحنة محفوظة تحدث عمليات ضمحلال بيتا بتحول النيوترون نيوترون إلى بروتون وينتج أيضا إلكترون يعني لما يتحول عندي نيوترون نيوترون متعادل الشحنة يعني فيه شحنة موجبة وشحنة سالبة تحول إلى بروتون تحول إلى شحنة موجبة بقى من؟ بقى الشحنة السالبة اللي هو الإلكترون إذن الإلكترون من وين جاء؟ جاء من تحول النيوترون اللي هو متعادل الشحنة إلى بروتون فصار فيه إلكترون إذن جسيمات البيتا هي عبارة عن إلكترونات تنبعث من النواة يعني لو سألوا إن النواة ما فيها إلكترونات كيف الإلكترونات تطلق من النواة إذن نقول إن النيوترون يتحول إلى بروتون النيوترون في متعادل الشحنة يعني في شحنة موجبة وشحنة سالبة فلما يتحول إلى بروتون يتحول إلى شحنة موجبة بتبقى عدي شحنة سالبة روين راحت راحت إلى الإلكترون أو تحولت إلى إلكترون إذن نيوترون تحول إلى بروتون وعطاني إلكترون تتحول إلى نواة جديدة عدد النيوتروناتها بتنقص يعني لأن نقصت النيوترونات تنقص بمقدار واحد من النيوترونات وعدد البروتونات بتزيد بصير واحد مع ظهور جسيم آخر يدعى أنيوترون يو إذن بيظهر بعد النيوترون يعني جسيمات بيتا لهو الإلكترونات بيظهر معاها جسيم آخر اسمه أنيوترون يو مرافق لإضمحلال بيتا إذن بيظهر عندي جسيم بيتا مع الجسيم اللي سميناه أنيوترون يو إضمحلال جامع إضمحلال قامع أو جامع عبارة عن إضمحلال نتيجة لإعادة توزيع الطاقة داخل النواة يلزم سمك عدة سنتيمترات يعني هنا نحتاج إلى أكثر سمكا عدة سنتيمترات من مادة الرصاص لإيقاف إشعاع قامع إذن إشعاع قامع أكثر وأقوى إشعاع قامع عبارة عن فوتونات ذات طاقة عالية إذن نرجع مرة ثانية للمقارنة إشعاعات ألفة عبارة عن نواة هليوم إشعاعات بيتا عبارة عن إلكترون إشعاعات γاما عبارة عن فوتونات ضاد طاقة عالية نتيجة لذلك لا يتغير العدد الكتلي أو العدد الدري للنواة المضمحلة ويرافق إشعاع γاما عادة إضمحلال ألفة أو بيتة إذن هذا بالنسبة لإضمحلال γاما لو جينا قارننا بين إضمحلال ألفة، إضمحلال بيتة، إضمحلال γاما طبعا قلنا إضمحلال ألفة أصلا يتركب من نواة هليوم إضمحلال بيتة عبارة عن الإلكترون، من وين جاء الإلكترون في النواة؟ الإلكترون ينبعث من النواة بسبب تحول النيوترون إلى بروتون إضمحلال γاما هو فوتونات ضاد طاقة عالية العدد الكتلي من المادة تنقص بمقدار أربعة يبقى إضمحلال بيتة العدد الكتلي ما بيتغير لأنه يتحول النيوترون إلى بروتون كأنه ما نقص شيء من عدد الكتلة يبقى هنا أيضا في غاما يبقى ثابتا لأنه أصلا هو فوتونات ضاد طاقة عالية ما تغيرت لا البروتونات والنيوترونات العدد الدري في إضمحلال ألفة ينقص بمقدار اثنين لأنه ظهرت عندي نواة هليوم عددها الدري اثنين وعددها الكتلي أربعة فنقص العدد الكتلة بمقدار أربعة ونقص العدد الدري بمقدار اثنين في إضمحلال بيتة قلنا زاد بروتون فيزداد العدد الدري بمقدار واحد تحول النيوترون إلى بروتون فعزاد العدد الدري بمقدار واحد إضمحلال قاما لا يتغير شيء إنه عبارة عن طاقة فما تغير شيء لا في العدد الكتلي ولا العدد الدري التحولات الناتجة يتحول العنصر إلى عنصر أخاف إذن في إضمحلال ألفة بيكون العنصر الناتج تحول إلى عنصر أخاف المادة تحولت لما تضمحل إلى عنصر أخاف يتحول العنصر إلى عنصر مختلف مع ظهور جسيم يسمى أنيوترونيو هنا لا يحدث في إضمحلال قاما أي شيء لا يحدث تحول في النواء لأن إشعاعات قاما عبارة عن عادة توزيع للطاقة داخل النواء القدرة على النفاذ لو جينا إلى القدرة على النفاذ نلاحظ إن قدرة على النفاذ بتكون ضعيفة في ألفة حيث تتوقف عند استدامها بصفيحة رقيقة من الوراق محلال بيتا متوسطة يلزم سمك 6 ملي متر من الألمونيوم لإيقافها محلال قاما عالية حيث يلزم سمك عدة سنتيمترات من مادة الرصاص لإيقافها اختاري يلزم صفيحة من الورق لإيقاف صفيحة من الورق أخف حاجة أي إضمحلال أو أي من الجسيمات اللي بتظهر هي عبارة عن جسيمات ألفة هذا الجزء الأول ينتهي الجزء الأول من الدرس ترجمة نانسي قنقر